عشرات الفلاحين سيتمكنون من استرجاع أراضيهم بعد ثلاثين سنة من الحرمان بعد أن وقعوا ضحية قرار التأميم الذي فرضته إجراءات الثورة الزراعية العدالة أنصفتهم بعد ثلاثين سنة ليستفيدوا من تعويضات الصندوق الخاص لتعويض ملاك أراضي الثورة الزراعية اليوم عندهم الحق باللي باشي يتعوضوا سواء كانت الأرض مبنية وإلا مستعمالة للمعدة للزراعة وإلا عند ناس آخرين تعويضات الأراضي التي كانت خارج مجال الاستغلال الفلاحي من قبل أصحابها الذين هم اليوم في عداد الأموات ستكون بحسب الارتفاع الذي تشهد أسعار الأراضي من سنة إلى أخرى يقول ممثل الفلاحين التعويض اللي هو يحدد حسب الفورشات اللي كانت في ذلك الوقت وحسب الأراضي اللي هي موجودة الآن لأن الأرض تتجدد القيمة انتاعها من سنة إلى سنة الأراضي التي استغلت من أجل مشاريع التنمية ولأغراض أخرى ستكون ضمن طائلة الفئات المعنية بهذا الصندوق كل الأرض هي تمشي خارج القطاع الزراعي هي أراضي يتم تعويضها وفي انتظار مباشرة تجراءات التعويض رسميا فإن قيمتها وعدد الأشخاص المعنيين بها ستبقى مرتبطة بتقديرات المعنيين بتسير الصندوق ترجمة نانسي قنقر